رغم كل التحديات اللي واجهها القطاع الصحي في سوريا خلال الفترة الماضية للحفاظ على حياة المواطنين صحتهم وفي زل تفشي وباء كورونا وانتشار حرائق للأسف هددت حياة أهلنا بشكل مفاجئ وغير مسبوق بتاريخ سوريا تابعت مديرية صحة اللاذقية بالخطط الموضوع على ضمان صحة أطفالنا وبدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في اليوم الذي تم الإعلام فيه عن إخماد النيران للحديث أكتر عن هذا الموضوع وتفاصيل أكتر حول هذه الحملة بيسعدنا تكون معنا بالستوديو الدكتورة سعاد نزر رئيسة برنامج اللقاع في مديرية الصحة اللاذقية لك سعاد صباحك دكتورة صباحكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلين فيكم يعطيكم ألف عافية جهود كثيرة عم بتقوموا فيها خلال الفترة الماضية بداية نبدأ عن الحملة حملة شلل الأطفال هيدا بدأت خلال الأسبوع هيدا يوم الأحد ولأئمة مستمرة شكرا لإلكون دائما أنتم مواكبين معنا يعني بحملاتنا طبعا نحن انطلقت الحملة الوطنية ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من إيدعش لخمستعش عشرة إذا من الأحد للخميس إسا عنا اليوم وبكرة طبعا بجميع طبعا جميع المحافظات السورية من ضمن محافظة اللازقية طبعا بجميع مناطقنا الصحية مثل ما اتفضلت يا هالحرائق الغير متوقعة استمرت وباشرنا يعني فيها وما وقفنا الحملة أبدا والحمد لله يعني لحد الآن الأمور يعني قريبة من الجيد ومستمرين ما زلنا مستمرين يعني خلينا نحكي أكتر العمر المستهدف إلنا من السنة للخمس سنين الأعداد اللي موجودة باللادية حسب الأحصائيات الموجودة إذا كانت موجودة من اللقاحات سابقة أو أحصائيات سابقة شو هي؟ طبعا نحن كل بداية عام جديد منحدد أهدافنا السكانية عدد سكان دون السنة دون الخمسة طبعا بها الحملة يعني الفئة المستهدفة جميع الأطفال دون الخمس سنوات من عمر يوم حتى خمس سنوات هدفنا كمحافظة اللازقية خلال 2020 121 ألف طفل دون الخمسة هذا هدف الحملة نتمنى نوصله خلال هالخمس يام لجميع أطفالنا دون الخمس سنوات دكتورة خلال فترة اللقاح الحملة هل إذا كان في الطفل عنده لقاحات تانية ممكن ياخدها في حال متخلف عن اللقاح في حال ممكن كان عنده ظرف صحي خلال الفترة السابقة ما أخد لقاح خلال الحملة ممكن ياخدها أو لا ممكن تأيش الله أفضل شكرا له السؤال يعني طبعا نحن هاي الحملة حملة وطنية ضد مرض شلال أطفال هو نقطتين بالفم طبعا نحن آلية العمال عندنا مراكز ثابتة وفرق جوالي طبعا المراكز الثابتة هي راح تقدم خدمة اللقاح وإذا عندي جلسات روتينية بتقدم كافة اللقاحات إذا نحكي شو هي أما الفرق الجوالي فقط تقدم خدمة لقاح شلال الفموي أما الطفل عنده جلسة روتينية أنا كل مركز عندي كم جلسة بيقدم بالأسبوع أو بالشهر وهذه مستمرة يعني عم نشتغل على يعني محورين محور داخل المراكز عم يقدم خدمة الشلال وخدمة لقاحات الروتينية والفرق الجوالي فقط الشلال الفموي نحكي عن اللقاحات ذكرتي في كتير لقاحات بتقدموها خلال الفترة يعني الروتينية العادية الدوام العادي طبعا نحن برنامج التلقيح الوطني من أفضل برامج مو بس بسورية بالمنطقة الشرق البحر الأبيل متوسط حسب رأي منظمة الصحة العالمية واليونسي اللقاحات اللي بتقدمها وهو يعني سياسة سياسة البلد هي ويعني دائما هي الأولوية خلال الأزمة يعني دائما اللقاحات مستمرة بدون انقطاع نحن منقدم 11 لقاح ضد 11 مرض سهري طبعا هن الخدمات عنا حسب الزيارات بيراجع الطفل دون السنة ونصف دون السنتيمي راجع مراكز نصص صحي بياخد لقاح السل السعال الديكي الدفتيريا الكوزاز الشلال الفموي اللي هو بشقيه الفموي والعضلي بياخد المستدمية النزلية بياخد حسبة حسبة ألمانية نكاف طبعا هيدا لقاحاتنا دون السنتين يستمر اللقاح الروتيني بالصف الأول والسادس هذا استمرار للقاح الروتيني نعطيه بالصف الأول السنائي طفلي مع شلال فموي مع لقاح السحاية بالصف السادس بياخد سنائي كهلي هيدا نحن طبعا السناء الطفلي أو الكهلي مكوى من الدفتيريا والكوزاز أنا بقول طفلي انه استكمل لقاحات الروتينية اللي دون السنتين وبالصف الأول والسادس وقت اللي بقول أنا عندي حملة وطنية ضد مرض شلال الأطفال طبعا نحن الفئة دون الخمسة بيغض النظر عن اللقاحات اللي عم ياخدها الروتينية جوز أنا الخميس كان عندي جلسة روتينية طفلي عنده زيارة مثلا زيارة بدي ياخد خماسي وبدي ياخد شلال عضلي بدأت الحملة يوم الأحد بيراجع المركز الصحي بياخد هالنقطتين وبيضل ماشي هذه إذن نحن نتمنى يعني أنا طالما ذكرنا الحملة نحن عنا مقارنة نحن نفذنا حملة وطنية بشهر شباط لألفين وعشرين الحمد لله كان هدف يعني وصلنا للهدف بشكل كامل هلأ نحن نصير مقارنة نشوف الحملة بشباط وهلأ شوي بسبب الظروف اللي صارت مت ما تفضلتي وهيدا عمرها ما صارت يعني على حسب ما درسنا بالتاريخ وحسب ما عمرنا يعني يعني نتمنى أنا بترجى الأمهات يعني عنا اليوم وبكرة بعرف ظروفهم صعبة وأكيد مانا سهلة بس نحن بهمنا أطفالنا نحميهم من مرض شاء الله أطفال نحميهم من الأمراض التانية ساري لذكرتها إنه عنا اليوم اللي ما لقح ابنه أقرب مركز صحي بس يسمع سيارة ينزل على الفريق الجوال ياخد نقطه إذا كان في شيء خاص يتواصل معنا نحن إذا عنا إمكاني نحن رح نبعت لهم سيارات نلقحهم ضمن إذا كان في ظروف خاصة ونحن رح نحكي على السياسة اللي عملناها خلال المناطق المنكوبة يعني حتى يعني أنتوا خلال من هيدا عن طريق الفرق الجوالي عم بتوفروا يعني زهاب الأمهات للمراكز الصحية في حال كان في مصاريف أجار طرقات أو هيك فأنتوا عم توفروا على أهالي اليوم أنا وجاية شفت مجموعة من الشباب والصبايا عم بيلقحوا بعض الأطفال خلال على الطريق يعني هيدا الموضوع الدم عم بتسهلوا للأمهات حماية أطفالهم من هيدا المرض عم بتكونوا معهم خطوة بخطوة خلينا نحكي أكتر بتفاصيل عن اللقاح أو حالة الطفل في حال كان عنده حالة مرضية خاصة شو اللي ممكن يمنع اللقاح تمام شكرا لألك أكيد يعني أنا أول شي بتشكر سقة الأهالي ببرنامج التلقيح الوطني يعني عنده سقة بيقول أنا بلقح بالمركز الصحي أو فريق جوال وهذه سقة أكيد بجهود طبعا سياسة البلد بجهود عناصرنا الصحية اللي بتشتغل بفنية عالية وبتواصل جيد يعني رغم الظروف اللي عم يمروا فيها مثل غيرهم طبعا اللقاح يعني مثل ما إنا عم ينعطى يعني مثل ما إنا الشلل الفموي كتير أساسي بجوز أحيانا يعني قالوا لك أنا عطيت ابني خمس مرات عشر مرات ما يخافوا ما فيه ما يخافوا أنه ما قالوا تأثيرات جانبي لقاح شلل الفموي الأمراض البسيطة مثلا رشح بجوز هلا نحن دخلنا بداية فصل الخريفة رشح ما نموضات استطباب الإسهال البسيط مثلا السعال أو عنده ترفع حروري بسيط أبدا ما نموضات استطباب نحن منقول مضادات استطباب اللقاح إذا طفل بحاجة يتحول على المشفى أو عم ياخد كورتزون لمدة أسبوعين بشكل يومي أو عندهم عم ياخدوا مصبتات مناعة وبالتالي عندهم نقص مناعة وبالتالي ما عندنا مشكلة أبدا ما فيه مضاد استطباب طالما الطفل بالبيت ياخد هالنقطتين بالنسبة لأنا وما فيه آثار جانبية يعني أنا من خلال تجربتي مع أطفالي ما شفت أي آثار جانبية للقاح نادرة فيه ممكن يكون في حالات فيها بالنسبة للشلل نحن عم نحكي على الحمل للشلل الفموي نادرة جدا حالات التأثيرات الجانبية في بعض اللقاحات مثل السعالي الديكي اللي هو عم نعطيه باللقاحات الروتينية ممكن يعمل بعض الترفوع الحروري ألم مكان الحقن ونحن دائما نعطي رسائل صحية للأم وصاروا أمهاتنا يعني أنا حيانا بكونوا هيك عم شوف الأم بتقول لك عطيتوا خافة حرارة تعرف أنه أي زيارة لازم تعطي لأبناء خافة حرارة اللقاح بيرفع الحرارة أعطيته السيتامول وجاي ليأخذ اللقاح وبنفس الوقت الممرضة عم بتقول لها بجوز ارتفع حرارته بجوز يتجعه مكان الحقن وبالتالي أعطيه خافة حرارة شوي تكمادات وإذا صار معه واحد اثنين ثلاثة راجعينا وبالتالي الحمد لله يعني من خلال نحن من تابع التأثيرات الجانبية عم استول لحد الشهر التاسع تقريبا كنت عندي حالة أو حالتين تأثير شديد وهذا عادي يعني يذكر بكل الكتب والعلم يعني مانو خطأ باللقاح أو بالأعطاء هذا شيء طبيعي ومنحولها للقاح تاني مشان مصر عنده هالتأثير جانبي لأ الحمد لله معنا تأثيرها جانبي حتى في يعني ممكن تقدموا كمان فحص طبي كامل للطفل فيه طبيب أخصائي أطفال عم بيكون دائما بالمراكز الصحية في حال كان الطفل عنده أي عارض ممكن لأم تراجع هذا الطبيب ويقيم حالة الطفل بشكل عام تماما نحن بمراكزنا الصحية الخدمات يعني خدمات كثيرة بتقدم المركز بس نحن دائما الطفل دون الخمسة نربطه مع عيادة الطفل طبعا بيروح على عياد طفل بتاخذ وزنه طوله محيط راسه بيعلمو له مشهورة رضاع إذا كان بحاجة أدموله مساعدات غذائية من خلال برنامج التغذية طبعا وإذا كان الطفل الأم شكت أنه ابنه مريض أكيد يحول لعيادة الطفل وبينفحص يعني بشكل روتيني أكيد والأهالي بيعرفوا هالشي دائما نحن منسقين مع بعض بالإضافة وإذا أجلت الأم أكيد كحامل كمرضع كمان في عندنا الصحة الإنجابية كمان بيعطوها بيعطوها مشهورة أنه شو هو المانع الحمل الطبيعي شو التشجيع والتباعد بين الحمول أكيد تجي الأم نحن دائما منقول الأم تجي على المركز الصحي تاخد خدمة لإبنه تاخد خدمة لإله يعني وبالتالي بتاخد إن كان خدمة بحاجة لفحص مخبري أو عيادة سنية أو أي مشهورة تانية إذا بتاخد عدة خدمات بزيارة وحدة للمركز الصحي فريق الجوال أنا بقدر خدم له فقط خدمة اللقاء ونتمنى يعني راجع المراكز الصحية إن شاء الله كونه ذكرنا المراكز الصحية توزع المراكز الصحية كيف عم بيكونوا فترة الحرائق للأسف اللي طالت يعني معظم أريافنا هل أثرت على توزعهم أو ما أثرت وضلت الخدمة موجودة؟ يعني نحن عملنا أحصاء أولي يعني شو هي المراكز الحمد لله يعني تأزي المراكز الصحية فقط عندنا يعني مركز أو مركزين يعني الحرائق الحوالي يعني بس حتى اللي كان الحرائق يعني يعني صار يعني هي المشكلة صار تأزي نفسي مثلا عندنا مراكز صحية صار الحوالي أما كمراكز صحية فقط عندنا مركز واحد أعتقد هو اللي تأزى عندنا تقريبا شي مية واثنين مركز عم يقدم خدمة لقاح عندنا تقريبا ستين فريق جوال كلنا منتشرة بالمناطق الصحية الستة وعم تقدم الخدمة برجع بأكد بتمنى بترجع من الأمهات أو الأهالي يراجع المراكز الصحية أو الفرق الجوالي عنا اليوم وبكرة لنأخذ هالنقطتين لأطفالنا لنحميهم هاي دعوة منك الكثير أنا هاي تاني مرة لأنه بترجعهم يعني نحن نتمنى نوصل لك البيت بس ما قادرين لك البيت يعني هالي يومين يعني اللي عنده كان ظرف خاص أو شي يراجع وإن شاء الله الأمور بتكون نحن لاحسا مناطق اللي طالطة الحرائق فيه إلى خدمة خاصة خلال هيدا الفترة يعني عم بيكون فيها فرق جوالي أكتر كيف ممكن توصلوا لهدون الأطفال تحديدا هلأ بالحالة النفسية اللي هنا فيها للأسف يعني حالة نفسية بحاجة لدعم منا كلنا أكيد طبعا نحن وقت اللي صار بلجت الحمل طبعا صار أكيد على مستوى نحن عم نحكي كمحافظة اللازقية أكيد صار السيد المدير أكيد أن عمل لجنة وأخدوا قرارات نحن نعكسة على مستوى مديرية الصحة نحن كمديرية الصحة بحكي عقد دائرة برامج الصحة العامة أكيد الدوار الأخرى أخذت إجراءاتها حين فورا صار عنا اجتماع طاري أو عملنا خطة طوارئ كيف بدنا نغطي المناطق المنكوبة سيرنا عيادات متنقلة تحوي كيف مو بس يعني على المناطق المنكوبة جت رؤساء المناطق حط وين المناطق المنكوبة أكثر صار في عيادات متنقلة تقدم خدمة الطفل والتغذية والكبار بالعمر وعننا تقرير يومي كمان تم رفضنا بسيارات عيادات متنقلة من المحافظات الأخرى مديريات الصحة كمان وزعناها على المناطق يعني فيني يقول لك أنا عندي بالشامية عيادتين متنقلتين بالقرداحة عيادتين طبعا عم يزيدوا بالحفة صار عيادتين بجبل الأولى عيادة بالجبل الثاني عيادة كل مناطقنا الصحية اللي صار في ضرر صار عندي عيادات متنقلة فيها طبيب مع ثلاث ممرضات مع كادر كامل مع الأدوية مع المساعدات الغذائي إن كان بس كويت أو زبدة وعم تدور عم يعني بشكل يومي عم نغطي جميع الأهالي الموجودين بهالمنطقة وعم نحاول قدر الإمكان إنه نقدم لهم خدمة صحية ونفسية واجتماعية وإن شاء الله الله الموفق يعني للجميع ومبارح كنا يعني بسوت يعني بريف القرداحة شفنا المختار طبعا رؤساء مناطقنا وعناصرنا مشكورة عم تتعب يعني عم يضلوا للخمسة دائما هن بها الطريقة عم نتواصل مع بعض وإن شاء الله نكون نستمر ورح تستمر هالعيادات حاليا حتى لو خلصت الحملة الخميس نحن عياداتنا عم تستمر وهلأ ممكن يجينا رفض من بعض الجمعيات الأهلية اللي عندها سيارات متنقلة وكادر رح نسيرها وين نحن نشوف المناطق أو القرى أو المزارع المنكوبية رح نسيرها لهوني يبتلكون العافية وأكيد نوجه تحية للكوادر الطبية اللي هي بكل مكان عم بتكون مساندة لأهالينا يعني إن كان بالحرب وإن كان بالوباء وإن كان بفترة الحرائق إنه خط دفاع أول عن حياة المواطنين موجه لهم أكيد تحية ويعطيهم ألف عافية إذا بدنا نحكي كمان في منسينا وباء كورونا بعده موجود للأسف الحالات زادت الفترة الماضية ممكن ننسوا العالم موضوع كورونا وولتهوا بالمصاب اللي صاب البلاد بشكل عام هو الحرائق نحكي عن الإجراءات اللي اتخذتوا بهيد المجال كيف عم تحموا أنفسكم وتحموا الناس من هيدا الوباء بيصل هيدا الحملة طبعا نحن مو بس بالحملة الإجراءات هي متخذة من وقت الإجابة تعاميم إنه نحن حتى بالمراكز كلها عم تأخذوا بحملاتنا طبعا الإجراءات عم تتوفر داخل المراكز يعني والصور هي عم تثبت هالشي يعني عناصرنا الصحية هي عم تكون لابسة كفوف إذا ما في كفوف في معقيمات عم تلكمامات في عندهم البونيات وعندهم حتى عم نحاول حتى الطفل يكون في شانة يعني تستخدم لمرة واحدة وفرقنا الجوالي مع كل الإجراءات الوقائية بالنسبة للناس ومنحاول نحن قدر الإمكان وقت اللي بيصير زحمة بطلبنا لها للتباعد يعني التباعد الأساسي ونحاول قدر الإمكان ونحن أهم شي تكون تواصلنا جيد يكون يعني المواطن أنه مرتاح طبعا عناصرنا الصحية نحن بيهمنا العنصر الصحي وبيهمنا المواطن مفس الوقت وطبعا بعض الظروف تعرفين مثل ما قلتي يعني الناس يعني هلأ تعبانة وإن شاء الله ما زالت الإجراءات مستمرة قبل الحملة وبعد الحملة وتستمر لحتى انتهاء وباء الكورونا إن شاء الله تكون الأمور كويسة يعني بالنسبة يختلط مع القريب يعني نحن كل ياتنا بنعرف إنه موسم القريب بهالفترة ممكن يعني نطلب من الأهالي إنه يعني وقت اللي بيبعتوا أبناءهم على المدارس الكمامة لو كانت قماش يخسروها ما على شي نتمنى يعني يعني ياخدوا إجراءات وقاية ما إلنا وقاية من الكورونا إلا النظافة الشخصية والكمامة والتباعد هده أهم شي دائما لازم نأخدهم ونتمنى هده أفضل وقاية مثل ما بنعطي لقاح لنوقي للطفل من الشلال من السعال ديكي من الديفتريا من حط الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية ما بدي فيه مغيو صعبوه نبغسل أنا هذا هو الوقاية من الكورونا هذا أفضل شي وقاية أكيد يعني معلومات كتير قدمتيا لألنا ولمشاهدين دكتوري سعاد إن شاء الله نشوف هيدا ألوائي عند كل الأمهات يروحوا اليوم وبكرة يلقحوا أطفالهم ويقووا من خطر ممكن يكون لا سمح الله يهدد حياتهم أكيدنا نتشكرك كتير دكتوري سعاد على تواجدك معنا ويسعد صباحك مرة تانية يسعد صباحكم شكرا لألكون برجع بعيد رجاء أنتوا ثقةكم فينا كبيرة ونحن كتير كمان يعني نحن عنا ثقة فيكم ومن خلال ثقةكم فينا اليوم الأربعة وبكرة الدوام الرسمي مراكزنا الصحية والفرق الجوال ونأخذ نقطتين بالفن وإذا فيه شي يعني نحن صعب نحن من نروح لعندهم بس يتواصلوا معنا يعطيكم ألف عافية وشكرا لجهودكم أكيد شكرا لألكون شكرا لجهودكم كمان معنا أهلا وسلم